احتفالية على قاعة نوروز بكاركوك لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين وقدمت خلال الاحتفالية عروض مسرحية وأفلام وثائقية عن إنجازات المعاقين في كاركوك ودورهم الإيجابي في المجتمع من جانبهم أشهد الذوي الاحتياجات الخاصة بالجهود المبذولة من قبل إدارة محافظة كاركوك والرعاية التي تقدمها للمعاقين هنى المركز الثاني للتنظيمات كاركوك لاتحاد الوطني الكردستاني ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف الثالث من كانون الأول من كل عام جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بالمناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بكاركوك باسم تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني نهنى الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في كاركوك ونحن كحزب موجود في كاركوك ندعم هذه الفئة بكل وسائل المتاحة ودائما توجيهات الحزب المتمثلة بالسيد مسؤول تنظيمات آسم ومامند نهتم بهذه الشريحة ودائما نحث شارع الكركوكي لاحتضان هذه الفئة ومساندهم بكل الطرق المتاحة مدير رعاية المعاقين من جانبه طالب الجهات المعنية بضرورة تفعيل وتنشط المواد الدستورية لغرض المساهمة في تاهيل المعاقين للاندماج بالحياة الطبيعية في احتفالية أقامته مركز تاهيل المعاقين بالتنسيق مع دائر الصحة كركوك قدمت خلالها عروض مسرحية وفيلم وثاقي عن إنجازة المعاقين في كركوك ليس لحنا بإمكانتنا المحدودة أن نقوم بجميع الخدمات نقدمها لرعاية هذه الشريحة من المجتمع بسبب عدد تفعيل المادة الدستورية المهمة في القانون ومعدة 32 من دستور العراقي الدائم وكذلك صدور قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 والذي لم يفعل أيضا والذي يشارك لم يتم تشكيل الهيئات من قبل الجهات والوزارات المختصة ناشطون من مظلمات المجتمع المدني والقائمون بإحياء احتفالية اليوم العالمي هي ذوي الاحتياجات الخاصة عربوا عن أملهم بأن تسعد جهات المعنية بالاهتمام أكثر بالأشخاص المعاقين نطالب الحكومة في هذا اليوم بأن يرتب أو يضم الكثير من المشاريع لهذا الشريحة فالحق يجب أن هذا الشريحة مظلوم جدا لذا نطالب البرلمان والمجلس الوزراء والمجلس المحافظات باهتمام أكثر لهم دائما نساعد ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كان في كردستان وفي المدن الأخرى العراقية في هذه السنة قبل أيام في مناسبتين في السليمانية تم تغطية وبرعاية شركة كورا قدمنا المساعدات لهم ذوي الاحتياجات الخاصة من جانبهم أشادوا بالجهود المبدولة لرعايتهم من قبل إدارة المحافظة مطالبين الاهتمام بهم أكثر نحن بالنسبة لنا كمعاقين ذوي لعاقة في العراق هناك مصادقة دولية من قبل برلمان العراقي وصادقة عليها رئاسة الجمهورية أتصورها من نسبة لديها يشوفها حمر على ورق ما نشوف يعني متطلبات هالاتفاقية هالاتفاقية من البنية التحتية كل مدن العراقية لازم يتهيل معاقين أيضا واجبات على معاقين لازم يبرزون نفسهم يبرزون مواهبهم يبرزون هناك أصحاب شهادات من ذوي العاق نحن معاقين نشكر دكتور نجمدين نشكر جميع أفاق المحافظة دا نشوف كاركوك دا يتطور يوم على لا أقول عن نفسي أنا معاقلة لأن أخدم مجتمع أخدم ثقافة الأدب والفن والإعلام كما تلاحظون نشاطاته كثيرة فهناك مطالب رياضيين هناك محتاجين الساحة وكذلك إبداعاتنا إيصال ليس بصمتنا بصمنا بالعراق داخل العراق نريد إلى خارج العراق إبداعتنا منها الفنية والأدبية والإعلامية نشكر على هذه المستعدات لينطول المعاقين وإن شاء الله مستمرة هذه المستعدات لأهل الكاركوك وإن شاء الله لغيرنا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل المواد الدستورية واجب واستحقاق لتأهيل المعاقين للعيش بحياة أفضل يشار خالد فضائية كاركوك